ومن جهتها أكدت وزارة التنمية الاجتماعية استعداد أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية في الدور والمراكز التأهيلية الأكاديمية والمهنية لاستقبال 182 طالبا وطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال العام الدراسي الجديد 2023-2024 وسيقدم مركز التأهيل الأكاديمي والمهني العديد من الخدمات التأهيلية والتربوية والمهنية إلى فئات الأطفال وشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال وحدتي التأهيل الأكاديمي والتأهيل المهني وتشهد المراكز التأهيلية الأكاديمية والمهنية هذا العام المرحلة الأولى لتطبيق المناهج الدراسية للبرامج التأهيلية الأكاديمية والمهنية التي تم الانتهاء من إعدادها وتصميمها كحقائب تعليمية ملائمة لنوع وشدة الإعاقة للطلبة وذلك بهدف تدليل التحديات والصعوبات التي تواجه مسيرة التأهيل من أجل تقديم برامج تأهيلية تعليمية نوعية ذات كفاءة وفعالية